السلام عليكم ورحمة الله وطلابنا الأحباء معانا مجموعة قوية من الأسئلة على درس الإيجاز من كتاب كيان للصف الثاني الثانوي هنا رقم واحد بنقول طبعا وهنا عايز أحدد الإيجاز إيجاز بإيه بحظف إيه يعني هنا بيقول إيه هنا بيقول شجو حساده وغيظ عداه أن يرى أن يرى فخلي بالك الفعل يرى ده فعل مبني للمجهول طالما عندي فعل مبني للمجهول وبيسألني هنا حذف إيه يبقى حذف على طول الفاعل تمام يبقى على طول لو أنا عندي فعل مبني للمجهول يبقى أنا عندي إيجاز بحذف الفاعل أن يرى مبصر ويسمعوا واعي يبقى أنا عندي خلاص إيجاز بحذف الفاعل رقم اتنين قال الشاعر إذا بعدت تمام بنقول إذا بعدت قبلت وإن قربت شفت فهجرانوها يبلى ولقيانوها يشفي طيب أنا يا جماعة عندي هنا بقول عندي هنا فعل مبني للمجهول لا يبقى ما عنديش هنا إيجاز بحذف الفاعل كمان عندي أداة الشرط وعندي ده جواب الشرط يبقى ما عنديش حذف الجواب الشرط برضو ده أداة الشرط وده جواب الشرط يبقى ما عنديش هنا إيجاز بحذف جملة جواب الشرط ما فيش إيجاز بحذف المبتلق بس في إيجاز بحذف المفعول به ليه لأن أنا عندي بقول ل Lunch أشفي حريص طالما عندي نكرة مرفوعة جاء في بداية الجملة فغالبا ده إجاز بحزف المبتدأ أصل الجملة بقول إيه حريص أنا حريص أو هو حريص على الدنيا مضيع لدينه وليس لما في بيته بمضيعي وقال لك حريص يبقى عندي هنا إجاز بحزف المبتدأ أصل الجملة هو حريص رقم أربعة بنقول هنا قال الشاعر لئن كنت قد بلغت عني خيانة أنا هنا يا جماعة بقول بلغا بلغا فعندي بلغا ده فعل مبني للمجهول للايه للمجهول يبقى أنا على طول عندي إجاز بحزف الفاعل ليه لإن عندي فاعل مبني للمجهول رقم خمسة قال الشاعر أولامو أولامو برضو يا جماعة مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر يبقى ده فعل مبني للمجهول فتستنتج على طول أن انت كده عندك إجاز بحزف الفاعل ليه لإن عندي فاعل مبني للمجهول رقم ستة بنقول برضو نفس الفكر بنقول خلقت من الحديد أشد قلبا وقد بلي الحديد وما بليته هنا بنقول خلق خليق خليق فعل مبني للمجهول يبقى برضو عندي إجاز بحزف الفاعل يلا بينا رقم سبعة بنقول قال الشاعر أنا عندي هنا يا جماعة كلما دي أداة شرط هنا بنقول لنا الله من صورة في الضمير يراها الفتاة كلما أطرق أنا عندي كلما دي أداة الشرط أداة شرط هاي تمام أطرق ده فعل الشرط عندي كلما أطرق إيه مفيش جواب يبقى أنا عندي إجاز بحزف جملة جواب الشرط رقم تسعة بنقول قال الشاعر تمانية وقيل معالم التاريخي دكة 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 دفع لمبني للمجهول وقيل أصابها تلف وحرقوا دكة دكة دفع لمبني للمجهول يبقى أنا عندي على طول إيجاز بحزف الفاعل رقم اتنين هنا بميز نوع الإيجاز برضو رقم واحد في رقم اتنين بيقول إذا ما جاءه طلاب حق يقول عصابة خرجوا وشقوا طب ركز بها معاه كده بيقول إيه عصابة خرجوا وشقوا شقوا شق ده فعل حل الو فاعل طب شقوا إيه فين المفعول شقوا إيه مفيش مفعول يبقى أنا عندي إيجاز كده بحزف المفعول به اتنين قال الشاعر ومن يسقي ويشرب بالمناية إذا الأحرار لم يسقوا يسقى عندي يسقى ده فعل مبني للمجهول مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر وقال هنا ويسقوا بس ده خلى ده فعل مبني للمجهول يبقى أنا عندي إيجاز بحزف الفاعل طالما عندي فعل مبني للمجهول ثلاثة قال الشاعر جزاكم ذو الجلالي بني دمشق تمام وعز الشرقي أوله دمشق قال لك جزاكم ذو الجلالي بني الشرق يا بني الشرق يا بني يا بني يبقى هنا يا جماعة حزف أداة لإيه حزف أداة النداء يبقى جاز بحزف حرف النداء أصل الجملة يا بني رقم أربعة بنقول قال الشاعر تقادوا لك الأبطال قبل لقائهم لأنهم من نقع جيشك قدعموا تقادوا ده جماعة تقادة فاعل مبني للمجهول طالما فعل مبني للمجهول على طول يساوي معاك إيجاز بحزف الفاعل طالما فعل مبني للمجهول يبقى إيجاز بحزف الفاعل خمسة قال الشاعر فإذا رزقت خليقة محمودة فقد استفاك مقسم الأرزاقية هنا يا جماعة بقول رزقة 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 فعل مبني للمجهول بردو يبقى بردو عندي إيجاز بحزف الفاعل طالما عندي فعل مبني للمجهول يبقى على طول في إيجاز بحزف الفاعل رقم ستة قال الشاعر ما مللناك إذا مللتي ولكن أنت يا حب صاحب استطرافي بص يا جماعة هنا كده بنقول إيه ما مللناك إذا مللتي ما مللناك إذا مللتي إذا دي أداة شرط كويس جدا إذا أداة شرط مللتي إذا مللتي إيه إذا مللتي المفروض ما مللناك أو هتقول إن الجواب جاي في الأول لا الجواب يجي بعد أداة الشرط طب يبقى أنا عندي إذا أداة شرط وعندي ده فعل الشرط فين بقى فعل الجواب مفيش هنا فعل جواب شرط يبقى أنا عندي إيجاز بحزف جواب الشرط بس كده كلا بينا ما يزنوع الإيجاز في الأمثلة التالية من حيث وإيجاز قصر وإيجاز حزف قوله صلى الله عليه وسلم بيقول هنا إيه الضعيف وأمير الرجب يا جماعة الضعيف دي إعربها إيه إعربها مبتدأ كويس جدا أمير إعربها خبر عندك الرجب هنا إعربه مضاف إليه طيب تمام جدا عندك هنا يا جماعة في حاجة من الجملة دي محزوفة نحويا لا المبتدأ موجود والخبر موجود وكل حاجة تمام يبقى أنا عندي ده إيجاز قصر طالما مفيش حزف نحوي في الجملة يبقى أنا مغمط ده إيجاز قصر على طول طالما مفيش حزف نحوي في الجملة رقم اتنين قال الشاعر بنقول هنا وطر ما عيب فيه سوى أنه مرك لمح البصر وطر أصل الجملة هذا وطر هذا وطر إذن في حزف نحوي في حزف المبتدأ في حزف المبتدأ يبقى أنا عندي إيجاز بحزف المبتدأ رقم ثلاثة بنقول قوله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم إعربها مبتدأ وعندي ظلمات إعربها خبر المبتدأ تمام إذن أنا ما عنديش حزف نحوي إذن عندي إيجاز بالقصر طالما مفيش حزف نحوي زي ما قلنا يبقى إيجاز بالقصر على طول أربعة قال الشاعر لها الفصاحة وقال لك إيه تغرس أينما وجدت وقال لك إيه وخلي بالك تغرس 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 فتغرس ده جماعة ده فعل مبني للمجهول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يقول الألباب لعلكم ترحمون أنا لو جيت أدور على أي حزف نحوي هنا مش هلاقي إذن ده إيجاز بالقصر فيش حزف نحوي يبقى على طول إيجاز به القصر ستة سيدي بنقول قال الشاعر خلي بالك بيقول إيه نصيحة يا جميلة ولا تفحش وإن ملئت غيظا على أحد فإن الفحشة لقمه خلي بالك قال لك إيه إن الفحش لق إن دي خلي بالك مشارات شرط تمام بقول لك إيه ملئة 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 تمام ملئة فعل مبني للمجهول تمام ملئة فعل مبني للمجهول لليه للمجهول يبقى عندي إيجاز بحزف الفاعل يبقى عندي هنا إيجاز بالحزف حزف إيه حزف الفاعل قال الشاعر وجيشن به أسد الكريهة وجيشن به أسد الكريهة تمام جدا وجيشن به أسد الكريهة غضبه وإن شئت عقبان المنية حومه جيشن جيشن كأن الواو دي مش موجود خلص جيشن دي ناكرة مرفوعة جاية في بداية الجملة يبقى على طول تساوي إيجاز بحزف المبتدأ طالما عندك ناكرة مرفوعة جاية في بداية الجملة على طول يبقى أنت كده خلاص متأكد أنك عندك إيجاز بحزف المبتدأ تمانية قال الشاعر مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال مسافر نفس الفكرة نفس الفكرة يعني إيه؟ يعني عندك ناكرة مرفوعة جاية في بداية الجملة أصل الجملة هذا مسافر فبالتالي حزف إيه برضو؟ ناكرة مرفوعة في بداية الجملة يبقى حزف للمبتدأ يبقى يجاز بحزف المبتدأ يبقى يجاز بالحزف حزف إيه؟ حزف المبتدأ قال الشاعر سيترحك خلي بالك سيترحك الإنسان خارج داره أنا ما عنديش هنا لحد الآن حاجة محزوف إذا 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 لما تلاقي أداة شرط خلي بالك منه إذا لم يكن فيك العشية طيب طيب أنا عندي إذا دي أداة الشرط وعندي دي كلها جملة الشرط فين بقى جملة جواب الشرط؟ فين جملة جواب الشرط؟ مفيش جملة جواب شرط هنا يبقى دا إيجاز بحزف جملة جواب الشرط يبقى دا اسمه إيجاز بالحزف رقم عشرة قال الشاعر بلادي لا يزال هواكي مني كما كان الهوى قبل الفطاني بيقول إيه؟ بلادي أصل الجملة يا بلادي الرجل بيتغنه يا بلادي لا يزال هواكي مني كما كان الهوى قبل الفطاني فعندي هنا أداة نداء ولكن أداة النداء حزفت إذا استنتجنا إيه؟ خلاص إيجاز بحزف أداة النداء يبقى إيجاز بالحزف طيب قلنا كان أصل الجملة إيه؟ كان أصل الجملة يا بلادي يا بلادي كده خلاص يا جماعة تدريبات الإجاز انتهت عايزين بس ننوه عن نقطة الإجاز يا جماعة بيتحل بالأفكار بتاعته يعني إيه بالأفكار بتاعته؟ يعني إنت لما تذاكر كويس مش معنى أنك هتحل لأ لازم يكون عندك أفكار للحل يعني لازم تشوف طريقة الحل وتستنتج منها أو تتعلم منها إزاي بتستخرج الإيجاز بحزف المبتدأ إزاي الفاعل إزاي المفعول وهكذا لازم توصل نفسك لطريقة زي دي تقدر أن أنت تحل بيها عشان توصل للحل الصحيح بإذن الله كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا يا رب نكون أفدناكم ونراكم على خير في حفظ الله ورعياته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته